اشتركوا في القناة الأزهر ما زلنا نرد على من يعتبرون أن الكون هو وليد الصدفة علماء الرياضة كان لهم أيضا رد على هذه المقولة ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد فلسفة الصدفة أو مقولة الصدفة والتي لجأ إليها الملحدون لضرب فكرة الألوهية واجساسها من الجذور هي حقيقة من وجهة نظرية خيالية جدا هم لجأوا إليها ربما قلنا هذا الكلام قبل ذلك هربا من نقطة الإحراج التي واصلوا إليها في أمرين أمر الأول كيف ينشئ الكون نفسه وهذا أمر ترفضه العقول الأمر الثاني مذهبهم يبدأ بأن المادة هي الأصل وهي التي تكونت أولا بغض النظر عن من كونها طبعا لكن بعد ذلك وجدنا أن هناك امتدادا لا ماديا امتداد روحي امتداد فكري امتداد عقلي امتداد شعوري كل هذه الامتدادات لا تنتمي إلى المادة لا من قريب ولا من بعيد فها هنا نقطة إحراج من أين جاء هذا لا يمكن تفسيرها في حالة استبعاد الإله العالم القادر المدبر كذا 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 لا يمكن ليس أمامك إلا أن تلجأ إلى اللامعقول وأن تقول وجد صدفة وجد صدفة ده مش حل حقيقة ده هروب وهروب إلى يعني إلى شيء لا معقول فيجب أن نتنبه إلى هذا لا نخشى من كلمة الصدفة بالعكس يجب اقتحامها واقتحمها العلماء الغربيون أنفسهم وفندوها اقتحمها الفلاسفة اقتحمها الرياضيون كما حضرتك سألت الآن والفلاسفة فندوها بناء على أن الصدفة تنتهي إلى استحالات عقلية هي أن تكون العلة معلولا والمعلول علة في نفس الشيء ودي استحالة النقيضين استحالة اجتماع النقيضين أيضا تأدت إلى استحالة عقلية أخرى ويأن الشيء وجد من غير موجد وجد من غير موجد لأن احنا أمام كما قلت لك امتدادات لا مادية تولدت في مذهبهم ليس لها تفسير في مذهبهم إلا أن هناك امتدادا ماديا ولد هذه الامتدادات لا مادية السؤال كيف يلد المادي اللا مادي هذا سؤال محرج إلى أبعد الحدود لجأوا لهذه المسألة وده كما قلنا هروب الفلاسفة حلوها بأنها بنظرية استحالة الشيء مع النقيضين ونظرية أيضا لا يوجد معلول من غير علة وانتهينا من هذا الكلام وده رد الفلاسفة سواء كان أولاهيين أو المتكلمين أو يعني المليين يعني المنتمين إلى الأذيان الرياضين أيضا كان لهم رد ينبني على حساب اسم حساب الاحتمالات أو نظرية والحقيقة هذه النظرية يعني معقدة أنا أشهد أنها معقدة نحن أريد أن نبسطها شوي نحن بسطها في حيات بسيطة جدا نحن كل أحكامنا هنا القائمة أو اللي يتعامل بها في حياتنا حقيقة قائمة على حساب الاحتمالات يعني لما يتكرر عندك المسألة واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة بتؤمن بي خلاص وبتنطلق في المتشابهات أو المتناظرات بتحكم نفس الحق ده نتيجة الاحتمالات قوية فأن هذه الأشياء لا يمكن أن تكون غير ذلك من هذا المطلق أن نحن لو خدنا المبدأ ده اللي أنا بأكون فكريتي وأبني يقيني عليه بعد أن أمتحن ظاهرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة بعيش على الاحتمالات الاحتمال ارتفع جدا وأصبح كأنه يقين وده بناء عليه أنا بأتعامل في حياتي لكن نروح نفسر هم يقولون إحنا بنفسر الكون ده والمشاكل اللي أنتو بتقولوها أيها الإلهيون أو المليون إحنا بفسرها بالصدفة طيب إحنا دلوقتي أمام ذكرنا أن الكون ده أمام ظواهر متعددة جدا وكلها منضبطة في اتجاه الطبيعة التصالح مع الطبيعة والتوافق لخدمة الإنسان بيقولك أيضا ده أنا حفسره بإيه بالصدفة أنا كرجل متدين أنا بقول له لا مش ممكن بناء كرجل متدين رياضي يعني رياضي حسابي يعني ليه أنت عندك تفسيرين إما أن تفسر هذه الظواهر المشتتة الكثيرة جدا والمحكمة والمترابطة بتفسير أن هناك إله خلق يعني رتب كل هذه الأمور بهذا الشكل عشوائي لا مش عشوائي بهذا الشكل الدقيق لا أنا هنا بقول حسب مقولتهم يعني لا لا مقولتهم هم معترفين طلقنا أنهما معترفين أن هذا الكون علميا دقيق وإلا المخترعات العلمية جاءت إزاي دي كلها يعني مبنية على حسابات دقيقة وبالغة الدقة وأنا ضربت لحضرتك مثل الشمس ومثل الأكسوجين طبعا أنا رجعت فيه إلى كتاب الرجل العبقري الذي تحدث عنه وهو السيد محمد باقر الصدر وأيضا دقة تأتي في مثال تلقيح الظهور الظهور قسمين في قسم ترك أمر تلقيحه للحشرات وقسم ترك أمر تلقيحه للهواء تلاحظ أن الذي ترك أمر تلقيحه إلى الحشرات مزود بعطور أو بألوان زاهية عشان تجذب الحشرة وتلقح هذه الظهور بينما الظهور الأخرى التي تركت للتلقيح الرياح خلت من هذه العناصر ده صدفة؟ هل ده يمكن أن يقال ده أنه ده صدفة؟ استحيل فإذن الصدفة هنا أنا عندي يا إما أفسر المسائل دي حكاية الظهور وحكاية أني دي عمل لها لون وعطر وجمال علشان تجذب الحشرة ودي لأنها حتهب وحتهب ما فيش داعي راعت هنا وراعت هنا عاز أفسر هذا الكلام هذا الترتيب وهذه الدقة ليست موجودة في مثال واحد مليارات الأمثلة فأنا عندي مليارات أمثلة تحتاج إلى تفسير واحدة من الاثنين أما أن تفسرها بتفسير واحد ينطبق على الجميع وهو الإله ينطبق هنا ينطبق على المليارات دي أفسرها وإما أن أفسرها بعنصر الصدفة أنت هنا محتاج ما تنفعش صدفة واحدة للكل لأن الصدفة لا تتكرر فأنت مضطر لأن تفترض لكل مثال صدفة هنا يعني تفسير بعامل واحد يمشي وينطبق على كل المليارات دي معادلة واحدة معادلة واحدة يعني العقل هنا يقبل العقل هنا يقبل العقل هنا الصدفة بقى ممكن يقبل يعني ممكن يصدعك في الأولى فالتاني يقول لك على الصدفة ثانية فالتالتة عزة الصدفة ثالتة فأنت محتاج إلى مليارات الصدفة التفسير ذا اللي هو كل بثال يحتاج إلى صدفة وتتكسر الاحتمال يقل طبعا احتمال أن يكون التفسير بالصدفة صحيحا يقل شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى صفر لا أن ينعد وهنا الاحتمال كلما يعني التفسير يمشي معك مع كل مثال وينطبق كما انطبق على المثال الذي سبقه والذي يرحقه كل مثال يعلو الاحتمال يعلو إلى أن يصبح حقيق فإذا الصدفة باطلة رياضيا بحساب الاحتمالات لأنك هتحتاج إلى ملايين الصدف بينما التفسير بالألوهية يحتاج إلى تفسير واحد أو إلى افتراض عامل واحد فتكرار الصدف ينقص من يعني لا أقول من يقينيتها من معقوليتها في التفسير منطقيتها منطقيتها في التفسير المنطقية اللي هنا تعلم مع كل مثال لعنه عندنا ألف مثال مثال وبدأ من واحد هنا سبنا من واحد اثنين حيعلو درجة اثنين هنا حينزل ثلاثة حيطلع ثلاثة حينزل وهكذا وهكذا إلى أن يكون التفسير بعامل واحد هو اليقين والتفسير بصدف لا نهائية يهبط إلى الصفر كل هذه ردود وأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى وأيضا على فساد وانحراف نظريات المشككين والمنكرين بوجوده سبحانه وتعالى أين نحن الآن في مساء العقيدة كل ما نتحدث عنه هو في إطار العقيدة أين نحن الآن في موضوعات ومساء العقيدة يعني ده برضو حتى أنا رجعت فيه إلى أهل العلم وأطباء ستزة العيون العين فيها سبحان الله مليون ومئتين ألف بيسموه خويت أو خيط رفيع المليون ومئتين ألف دول موضوعين أو موضوعات ليست وضعا عشوائيا يعني الخيط رقم واحد لازل يكون في المكان ده ووراها رقم اثنين يكون ووراها ثلاثة لازل يكون وورا اثنين وأربع إلى مليون ومئتين أنف كنام ده طبعا يعني يسألوا فيه الأسدزة الكبار المتخصين وأنا ناقل عنهم يعني ونقلت أيضا عن هذا الرجل رحمه الله الفيلسوف العبقر محمد بقر الساطر فهو قال يعني افترض أن أنا حشوش عشان أمتحن الصدفة فقال افترض أن أنا حشوش الألف ومئتين دور حأخذهم وأخلطهم وبعدين أسيب عودتهم مرتبين إلى الصدفة فما احتمال أن يجي الخط الأول في مكانه احتمال من مليون ومئتين ألف احتمال إلى أن قال لو وصلت إلى المليون ومئتين ألف أنت أمام عدة أمطار من الأصفار من الاحتمالات فعلا هذا مثال طيب ده مليون ومئتين ألف وبعدين في مليون وأربعمائة ألف جسم مخروطي موجود في العين عشان تتم عملية المصار وبترتيب معين ترتيب معين لا يسمح فيه أن يعني يجي اتنين مكان واحد أو واحد مكان مليون والصدفة بالحساب لأن حساب الاحتمالات ده حساب نهائي طبعا يعني ده رياضي ويقيني مئة في المئة فالصدفة هنا تديك أصفار على مدى كذا متر أما التفسير بالإله يديك يقين لذلك جاء تعريف العقيدة كما ذكرنا في بداية هذه اللقاءات أنه العلم والمعرف طبعا نقيضا لمفهوم الغرب كما ذكروا أنه يعني يعني استبعاد العقل والاعتماد على اللاشعور أو اللا وعنى لا بد من العلم والعقيدة المشكلة أننا في العقيدة اشترطنا أن تكون العقيدة أن تكون علما جازما أن تكون العقيدة علما جازما أنا بأضع خطوط تحت جازم جازم دي معناها لا يقبل الشك كما قلنا قطع ويقين قطع ويقين ولا يقبل النقي الآن في أوروبا مثلا بعد أن أوهم الناس أن سبب الحروب في أوروبا هي الأديان في الدين المسيحي في الدين اليهودي وفي الدين الإسلامي وفي أديان وأن مشكلة الحياة المعاصرة الآن هي استبعاد الأديان وأن نحن نلقي عليها رداء النسيان عشان الناس تستريح وتسلم مع أن الكلام ده أصلا خطأ لأن الحرب العالمية الأولى والثانية اللي راح فيها مش عارف كان مئة مليون دي لم يكن الدين فيها له ناقة ولا جمل دي كانت حرب حضارة الآن بعدما أوعزوا إلى الشباب أنه فعلا أن الأديان ده مصدر الحروب وبالتالي اكفل على الأديان عشان يعيش كويسين طيب نعمل إيه في الأديان كحل من الحلول وده اجتمعوا في كذا وتسعين تلاتة وتسعين في أمريكا وعملوا مؤتمر وقالوا نعمل حل لأن الناس لا تزال متمسكة بالأديان في أوروبا طبعا فهما البعبع موجود بالنسبة لهم أن الدول حيختلفوا وهم قرروا أن تكون الحروب عندنا مش عندهم عشان طبعا تجارة التسليع يعني أمور معروفة فيعملوا إيه؟ قالوا شوف الحل أن نحن نخلي كل دين من الأديان ما يعتقدش أنه يملك الحقيقة المطلقة يعني أنا كمسلم ما أعتقدش يعني اعتقاد مطلق أن أنا أملك الحقيقة أن الله واحد وأنه كذا وكذا وكذا وأن غيري حين لا يعتقد هذا لا يكون حقا فلو أنا سبت شوية للمتدين بدين آخر وده يسيب شوية لي والمسألة دحل وصلوله وهو النسبية وده بتضرب اعتقادا جازما عندنا اعتقادا جازما يعني ستزول هذا الباب لو فتح حيبقى الكل ملحد لا يسبب الدين واحد وأنا قلت هذا الكلام والله في قلب أوروبا قلته في ألمانيا وقلته في البرتغال تقول لهم لا يمكن المسيحي يكون مسيحيا متدين بالدين المسيحي وهو يشك في أصول الدين عنده على تسليس التلشيد كذا وأنا أيضا لا يمكن أن أكون مسلما متدينا إذا اعتقدت أن مسألة أن الله واحد وأن الله ليس ببشر ونكذا معرضة للتشكيك فإذا ده إلقاء بالأديان في مهب الرئي ضرب الأديان في مقتل ضرب الأديان في مقتل أنت بتشيل منه الاعتقاد وده كان يمشي معهم على أساس أن الاعتقاد شعور وما تسألش عنه ولا تبحث عنه وما بيقولوا لا شعور كمان لا شعور على قلب والعقل أقصد ما تطلعش به منصة العقل والحكم والامتحان لكن الحل كان أي والحل الإسلامي وأنا قلت لهم الحل أنا بطلق فيه من ديني أولا لابد لكل مؤمن أن يعتقد أن دينه هو الحق الذي لحق سواه نعمل إيه في الدين الثاني المخالف معي في الاعتقاد أحترمه وعندي عدم مقاتلته وعدم إجباره وعندي فمن شاء فليؤمن بديني ومن شاء فليكفر بديني وأن القتال يكون للي الاعتداء هذا هو الحل الوحيد لأن الأديان مختلفة والأديان لن تنتهي إلا بانتهاء آخر إنسان على ظهر هذا الكوكب فإذن لابد من احترام الأديان بدل من أن أنا أفرط في عقيدتي لغيري وهو يفرط في عقيدته لي هنا الإسلام نص على أن العاصر الوحيد هو إيمانك وتمسكك بدينك تماما اعتقادا جازما مع احترام عقيدة الآخر وبحيث أنه كما عندنا نحن المسلمين وبحيث أن هذا المعتقد اعتقادا آخر أو دينا آخر موجود عندك فيه تضمن له هذا الاعتقاد وتضمن له حريته في التعبير عن هذا الاعتقاد وتضمن له حقه في أن يقيم معبده ليمارس عبادته وهكذا هو هذا الحل فقط قبل أن أجيب إلى سؤال حضرتك وهو أين نحن؟ من مسائل العقيدة نستطيع الآن أن نقول انتهينا الآن من مسألة الإيمان بالله تعالى الإيمان كعقيدة حيث العقيدة إيه؟ من حيث الإيمان هو طبعا الإيمان بالله طيب إثبات وجود الله إزاي؟ والرد على المشككين في وجود الله ده بشكل ده بنطلق عليه الإلهيات في العقيدة هو الحقيقة يعني ربما كان مفروض نتحدث مبكرا المقاومات دي بتدور حول الآتي في دائرة عندي اسمها دائرة الإلهيات ودائرة اسمها دائرة النبوات ودائرة اسمها دائرة السمعية الإلهيات فيها المسائل كل المسائل المتعلقة بالله سبحانه وتعالى لا مش بالوجوده بس بوجوده وصفاته صفاته أسماءه أفعاله أيضا القضاء والقدر طبعا القضاء والقدر كل المسائل دي مجموعة في حزمة اسمها الإلهيات يعني مباحث الإلهيات المباحث المتعلقة بالله سبحانه وتعالى وجودا ذاتا صفة أسماء فعلا أتقل بعد ذلك إلى دائرة النبوات النبوات دائرة النبوات دي هي التي نعالج فيها مسألة من هو النبي من هو الرسول ما الفرق بينهما ما هي المعجزة كيف أؤمن بالرسول ما هي صفات الرسول ما هي الشروط ما الفرق بين المعجزة والسحر ما الفرق بين المعجزة والكرام كل المسائل دي يعني في حزمة تربطها حزمة اسمها النبوات يعني المسائل التي تتعلق بالنبي أو بالنبوات وبالنبوة بشكل عام وما يتفرع عنها من مسائل ثم ننتقل بعد ذلك إلى السمعيات السمعيات اللي هي الآخرة مباحث الآخرة يعني ما بعد الموت الحساب العقاب الصراط الجنة النار دي مسائل كلها تنتمي إلى الأخرويات بس دي ليه ما سمتهاش أخرويات سمتها سمعيات هنا نرجع مرة تانية ونشوف الدائرة الأولى اللي هي دائرة الإلهيات سمناها إلهيات نسبة إلى المسائل التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى منهجي في مناقشتها وإثباتها إثباتها كيقين إيه؟ منهج عقلي في المقام الأول يعني إحنا قلنا مثلا إثبات وجود الله دليل عقلي طبعا قلنا عشان أعرف النبي دليل عقلي عشان المعجزة دلالتها عقلية فالعكاز بتاعي في الإلهيات هو العقل ولا يمكن أن أفترض أن الإلهيات تقوم على يعني قال الله أو قال الرسول في بداية أبدا لا بد قبل أن تسمع إلى ما قال الله وقال الرسول وتصدق أن تصطحب معك عكاز العقل إلى أن تؤمن بأن هذا رجل رسول صادق لا يكذب وهو يخبرك عن الله وعن صفاته فالقرآن أو كذا فالمنهج هنا منهج عقلي منهج النبوات أيضا يعتمد على المنهج العقلي لأن المعجزة قلنا دليلها عقلي يعني العقل تدخل كبير جدا في الدائرتين صحيح يعني أحيانا يجي الدليل النقلي لكن بعد الدليل العقلي يجي معضد للدليل العقلي يعني الدليل العقلي يعتمد عليه هو المنطلق بتاعي وكذلك دائرة النبوات أما في السمعيات فالعقل لا يعرف يعني قاضي معزول أنا بقول له مليكس منصة تحكم فيها المنصة لمن؟ للرسول اللي حيجين يقول لي اسمع ما أقوله لك في هذا هناك جنة هناك نار هناك صرات هناك عذاب هناك سهب هناك عذاب هناك حش كل هذه الأمور لو سألنا العقل وخبينا الوحي والسمع يقول لك أنا ما أعرفش جايز وجايز لكن جيله الواحي أو جيله فيسمعه الدليل أو يسمعه هذه الأخبار من القرآن الكريم أو كذا فيقول سمعا واضعا إذن الدليل هنا مختلف في الدليل للسمعيات سمتها سمعيات لأن الدليل فيها سمعي سمعي يعني واحي أسمعه والعقل معزول هنا سمتها نبوات الدليل العقلي موجود إلهيات الدليل العقلي موجود ما هي صفات الله سبحانه وتعالى وكيف نفهمها موسيقى 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 موسيقى